ويا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض شيء جميل جدا ان قبل مباراة حاسمة وفاصلة يبقى مثلا عندك المهاجم عنده ثقة في نفسه مهم جدا الاستعداد المعنوي والاستعداد النفسي مهم جدا زي مثلا مثال مطش الجزائر والكاميرون هم مطشين في 3 ايام يعني انا من رأي ان هو مطش واحد بس شوت 90 دقيقة في الكاميرون وبعد 3 ايام شوت 90 دقيقة في الجزائر مفيش وقت ما بين اللي تنين انك تدي ثقة لحد ولا تصلح اخطاء فلازم تدخل على المطشين عندك ثقة فشيء جميل جدا اسلام سليماني امبارح لان ليه بقول شيء جميل ان هو في مباراة في بطولة اوروبا شاملزليج الاوروبي لعب لنزل 10 دايق في الاخر فانا حسيت ان هو يعني المدير الفني بتاع سبورت كليشبونا مش حطه في دماغه وكده يعني لكن امبارح ابتدى المباراة اساسي ده رقم واحد شيء كويس ان هو هيبقى جاهز بدنيا وكمان سجل هدفين الفوز وهدفين يعني فرحت لان اسلام سليماني في بطولة افريقيا لما كان بينزل الطايمينج بتاعه كان سيء جدا يعني ايه الطايمينج بتاعه يعني توقيت لعبه للكرة مش تمام التوقيت المهاجم بيبقى محتاج التوقيت مش بتسمعه مدير فاني يقولك ايه ده شط الكرة من تحت ده طلع قبل الكرة ده طلع بعد الكرة ده شطه جسمه مش معدول كل ده التوقيت هدرب لكم مثل بالكرة الكرة وهي جاية كده لأي مهاجم ده اسمه توقيت هتوصل لغاية رجلي في اي حد لو انا اتأخرت هشطرفاضي لو اتأخرت قبل شوية هقلش الكرة فهي ده اسمها المهاجم ضيع فرصة المهاجم شط في السماء المهاجم توقيت وقياه تعد الكرة من قدامه كل ده سوق التوقيت انا شفت انفراض في طولة افريقيا الاسلام سليماني كان كفيل ان يصعد الجزائر للدور اللي بعد كده الكرة بتتنطط قدامه بدل ما يحط رجله في الكرة تروح حط رجله فوق الكرة توقع في الارض والكرة ما تحركتش ده اسمه التوقيت هدفين اسلام سليماني مبارح قمة التوقيت كورنا وكورة ملعوبة بالعرض زبط الكرة وهي جاية على دماغه زبط جسمه انه يحول الكرة في الزاوية بعيد عن الحارس يعني لعب الكرة صح ووجه الكرة صح توقيته فيها عشر على عشر الناس بتوع الكرة يفهموا قصدي ليه بقول كده ده قمة التركيز قمة استجابة العضلات والقرار اللي انت بتاخده استجابة العضلات للقرار بتاعك عمل وصه كده ووجهها طب الهدف التاني صعب جدا الهدف التاني يا جماعة في الكرة صعب جدا لما تكون كرة ملعوبة لك عرضيها سريعة جدا جدا في مهاجمين كتيرا بتعدي منهم ده رقم واحد في مهاجم تاني بيعملها كده عشان الكرة سريعة بتقلش تروح كده وفي مهاجم تاني بيحط جسمه تحت يزحلق فالقرار بتاعلى عمل ايه هو اسلام سليماني زبط التوقيت وهي جاية الكرة خلى رجله فوق الكرة عشان ما تعليش وكتمها راحت على الارض جون الهدفين عجبني التوقيت لانه كان عنده مشكلة في بطولة افريكيا توقيت في كرة حتى فيه ناس قال لك شوفوا السحر ده اسلام سليماني ده فيه سحر السلام سليماني بيشوته كرة بدل ما يشوتها كده خلى رجله فوق فلما رجله فوق انت طبيعي لو انت ماشي في الشارع وحطيت رجلك على حجر كده هتزحلقه طوع المهم ليه بقول بشرة خير لان توقيت المباراة بعد اقل من 3 اسابيع لازم تبقى رايح جاهز بدنيا ومعنويا ان اسلام سليماني في ظروف الجزائر لما تيجي تشوف الراس حربة اللي بيلعب ساعة اسلام سليماني وساعة بغداد بنجاح بغداد بنجاح بصراحة شفتوله ماتشاط الاسبوعين اللي فات دول بيضيع فرص ما اتضعش بصراحة فانعرفه الماتشاط اللي عبها مع منتخب الجزائر الشر الفات دي بدنيا كان وحش وكمان ما فيه ثقة في الاهداف يبقى لما يظهر لك اسلام سليماني مبارح انه راجل هدف اصلا تاريخي للجزائر ويعمل هدفين حلوين يعلوا الثقة انا كنت مهاجم انا كنت مهاجم لما بسجل هدف معانيواتي بتاعنا ثقة في نفسي بخش غرفة الملابس كده ببص الزميل كده بقولي يا الحمد لله انا السبب اني كسبته بقولي نفسي كده فباخد ثقة في نفسي فاسلام سليماني الهدفين بتوع مبارح انا ما يهمنيش بقى اتسجل هدف لا انا يهمني ان الهدفين دول هيفيدوا منتخب الجزائر ويدي ثقة في اسلام سليماني لما يلعب في المطشير ان شاء الله انه يبقى ليه حظ ان هو يسجل وعشان تصعد كس عالم سواء تونس المغرب الجزائر المصري هتلعب مطشين لازم تكسب تكسب على ارضك وما تتغلبش برا ارضك كسبت المطشين خير وبركة لكن احنا مش عايزين تكسب المطشين انا عايز تكسب على ملعبك وتتعادل برا ملعبك هتبقى انت خد اربع نقاط وهم خدوا نقطة واحدة انت اللي تصعد كس العالم ادعمونا ادعموا القناة ويدعم الفيديو الدعم يعني ايه يا جماعة الدعم يعني ما تدخلش تتفرج على الفيديو اللي يفرحك واللي يهمك وتدخل تعالى ويا سلام يا كابت المصطفى ايه الحلوة دي يا كابت المصطفى لا احنا لسه القناة بتاعتنا ببادية من شهور قليلة فنرجو منك الدعم يعني حتى الفيديو اللي تحس انه ما يهمكش قوي مش هتخسر حاجة تلاتين ثانية انك تخش تعمل لايك وتكتب تعليق وتخرج من الفيديو يا سيدي ما تكملوش لكن مش الدعم انك الفيديو اللي تحبه او الفيديو اللي اللي فرحك تدخل عليه وتفرح واعمل فيديوهات ما ما تدخلش عليها ده اسمه الدعم ادخل على الفيديوهات اللي هي تحس ان انت مش مهتم بها بس ادخل مش هتاخد من وقتك تلاتين ثانية ادخل اعمل لايك وا اعمل تعليق تمام هو ده الدعم شكرا شكرا